السلام عليكم. يا جماعة زيارات حضرة صاحب السمو امير البلاد حاليا لدول منطقة طبعا قاعدين نشوف استقبال مشرف لصاحب السمو. لكن بعد كل زيارة يكون هناك بيان اه ختامي. طبعا البيان الختامي هذا متشابه اه لاغلب الدول. صاحب السمو قام بزيارة الدول الخليج والاردن وآآ مصر. آآ البيان الختامي فيما يخص الكويت ان حق الكويت آآ في آآ حقل الدرة وان هذا الحقل حقل كويتي سعودي خالص. والبيان الثاني وهو ان الكويت تتمسك بالاتفاقية آآ البحرية مع العراق في شين خور عبدالله. وايضا دعا العراق الى آآ ترسيم الحدود لي آآ وصلت لي النقطة مية واثنين وستين. النقطة مية واثنين وستين ان تقريبا آآ ان الحدود مع العراق وفقا للقانون الدولي اربعة وثلاثين مايل يكون حدود العراق داخل آآ آآ الخليج. العراق توقف توقف ترسيم الحدود البحرية عند هذا الحد. العراق يقول لا انا لي امتداد في في الخليجة. وبعدين طبعا المحكمة آآ الاتحادية العراقية قامت بي قامت هي ما هي محكمة قانونية هي محكمة آآ سياسية قامت بي الغاء اتفاقية آآ خور عبدالله طبعا وقامت بعمل آآ ريتويت لمصر بإلغاء آآ عندما قامت مصر بإلغاء آآ أو قامت آآ المحكمة في مصر بإلغاء آآ اتفاقية تسليم جزيرة آآ تيرانو سنافير للمملكة آآ العربية السعودية. حقل الدرة حقل الدرة متنازع عليه من الف وتسعمية وتسعة وستين إلى الآن. لكن ليش الآن الكويت ترغب بتنقيب النفط بحقل الدرة. لأن هذا متعلق في بيتي وبيتك. شلون متعلق ببيتي وبيتك. ما يبون كهرباء. البيوت ما تبي كهرباء. البيوت الجديدة ما تبي كهرباء. الكهرباء هذي شلون يتم إنتاجها. عن طريق المحطات. المحطات شنو تحتاج عسنا. علشان تقوم بإنتاج آآ آآ بإنتاج الطاقة الكهربائية. محتاجة الى الغاز. الآن قاعد نستورد الغاز من آآ قطر وقاعد يكلف على الكويت. شي ثاني ان المزانية المزانية الكويت تقريبا اكثر من تسعين بالمية للرواتب. وايضا الآن في مطالبات لزيادة آآ آآ رواتب. وزيادة آآ غلاء المعيشة. ساير كأن كأن اتفاق ايراني او ان آآ آآ ايران قاعد تحرك العراق. يعني ليش? لمشاغلة الكويت. او لخلط الاوراق بحيث انه تقول لي الكويت مطالبة مع دولتين في الحدود ترسيم الحدود البحرية. قبل يعني كانت الحدود آآ مرسمة ما بين الكويت والعراق في خورة عبد الله وغيره. لكن جاء الحكم المحكمة الاتحادية وتدخل. هذا حكم سياسي وتدخل وقال ملك غازي وغيره ان آآ آآ خربط الامور. آآ الكويت ما 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 هي عارفة تتعمل مع منه في الحكومة العراقية. آآ اتفاقية لما عند الملك غازي عبد الكريم قاسم عبد السلام عارف صيد دام حسين. آآ الحكومة الاتحادية بعد الالفين وثلاثة اللي ان استقرت الاوضاع بالعراق وبعد آآ تم ترسيم الحدود. يعني بعدين يطلع يعني من الاخوة العراقيين يعني احنا لازم نفرق بالحكومة العراقية والاخوان العراقيين يعني السياسة ما تفرق ترابع من الشعوب. لما يجي يقول الآن الفاصل ما بين ايران والعراق اللي هو النهر. نصف النهر لايران نصف النهر للعراق. لما تجي عند خورة عبد الله يقولك لا. هذا الخور عراقي. لا يا عزيزي. نصف نصف خور آآ عبدالله. الآن تحركات الكويت لجبهتين. الجبهة الاولى ان تشكيل جبهة ضغط دبلوماسية طبعا ما اللي يقول ان فيها يعني حروب او غيرا لا ما في حروب. دبلوماسية ضد ايران والعراق. والجبهة الثانية حاليا تشكيل جبهة دبلوماسية للضغط على الولايات المتحدة الامريكية خصوصا في هذا الوقت. ليش? لان الولايات المتحدة الامريكية حاليا بحاجة لدول الخليج على اللي قاعد يصير فيه غزة. مو معناه انه احنا غزة او كذا. لا. يعني يعني بالصواريخ التي وطلقت من ايران طيارة للاردن يشارك فيها هذا الموضوع. وحتى يعني عندك مصر يعني فيها يعني الان مفاوضات الرحائن وعندك معبر رفحة وغيرها. مصر يعني تملك. اللي ضغط على الولايات المتحدة الامريكية. حتى المملكة العربية السعودية ايضا تملك. الواحد يجي يقول زين الحكومة المفروض انها يعني تطور مصادر اه الدخل. هو صحيح. بفروض ان الحكومة يعني تنشموها اه تنموية كبيرة لتطوير مصادر الدخل. لكن اذا تبي تنوع مصادر الدخل يعني الغاء الدعوم ما حدا ما افق عليها. الزيادة الرواتب الكل يطالب فيها. اه اه الضرائب الكل ضد اه اه الضرائب. الحكومة بتنشط الاقتصاد بالسياحة لالآن البنية التحتية يعني ما تسمح بها. اما العلم البحرية الكويتية او القوة البحرية الكويتية حاليا بالمركز اربعة وعشرين على مستوى دول العالم. باكثر من مية وثلاثة وعشرين قطع بحرية. لكن اللي عنده فلوس هو اللي يفوز. بحرب اه او غير حرب او مفاوضات او غير او غير مفاوضات. او غير او غير مفاوضات. احنا بحاجة بحاجة لها الحين بالكويت. احنا بحاجة لاستقرار سياسي. خل الحكومة تشتغل. لو ما تحب اي واحد فيهم. لازم الحكومة تشتغل. النواب يحدون شوي. زي. اللي يبي يستجوب وزير كيفه. لكن اه ما يؤدي هذا للجواب اللي استقالة الحكومة او غيرها. اه. حق للدرة العلم ترى. يبعد عن الكويت تقريبا ستين كيلو او سبعين كيلو. يبعد عن ايران مية وستين اه كيلو. قانون البحار. شو يقول قانون قانون البحار? ان ترسيم الحدود يكون من اخر جزيرة. اخر نقطة بالجزيرة اربعة وثلاثين مايل من اخر نقطة في الجزيرة. او خمسة وثلاثين او اه خمسة وستين كيلو من اخر نقطة في جزيرة اه جزيرة فيلكة. وبعدها اه الحدود الايرانية من اليابس او من اخر جزيرة الى اه خمسة وستين كيلو. وما بين هذه الحدود تعتبر اه مياه اه اقليمية دولية. انا الان بنزل البيان الكويتي المصري و اه وراح نزل اه تصريحات اه كما بين اه الكويت وبعض الدول التي زارها صاحب السمو امير البلاد. في السنوات الاخيرة ترى تم تهميش دور الكويت. طريق سيني يمر جنبنا وما يعبرنا. طريق هندي يمر ايضا جنبنا وما يعبرنا. طريق التنمية يمر. ولا كأن الدولة موجودة. الان الحكومة الان راح تشغل ادواتها الدبلوماسية والتحرك الدولي. الحكومة الكويتية لها ايضا خطوات احدا. الان قاعدة تمشي خطوات الان خطوات الدبلوماسية. ومن ثم يكون هناك خطوات اخرى مثلا لتشغيل مناء انبارك او غيره. والكويت تملك يعني الى الان حلول كثيرة لترسيم الحدود ما بين الكويت وايران وما بين الكويت والعراق. ملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقا لاحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية. بما فيها اتفاقية الامم المتحدة للقانون البحار لعام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. وذلك من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الامن والاستقرار فيها. هذا واكد الجانبان ايضا على اهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية. لما بعد العلامة البحرية مائة واثنين وستين وفقا لقواعد القانون الدولي. مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت. على اقامها الاقليمها البحري والبري. وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم ثمانمائة وثلاثة وثلاثين لعام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين. كما تناول الجانبان موضوع خور عبدالله حيث اكد على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين في التاسع والعشرين من ابريل عام الفين واثنى عشر التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ خمسة ديسمبر العام الفين وثلاثة عشر بعد مصادقتها من كلا البلدين. وتم اداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ الثمن عشر من ديسمبر العام الفين وثلاثة عشر. وذلك بروتوكول المبادلة الامني والخارطة المرفقة به الموقعة بين كلاهما في عام الفين وثمانية. مشددين على اهمية ضمان امن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي. وضرورة تأمينه من اية امشطة ارهابية واجرامية عابرة للحدود. هذا واكد الجانبان ايضا على ان حقل الضر يقع باكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت. وان ملكية الثروات الطبعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقصومة التي يقع فيها حقل الضر بكامل هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما. ورفض اي ادعاءات بوجود حقوق لاي طرف اخر في تلك المنطقة. كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيطة.